اشتركوا في القناة ديالها السدية الافراد واللي هما قدامي في هات الصورة السدية الافراد اللي تقتلوا بوحد طريقة بشعة وتحرقوا بلا رحمة بلا مي يحسوا بالانسانية ديال هاد الناس اللي يقتلوا وماشي غير هاد الست الناس اللي يمشوف هاد الجريمة الجدة اللي تبعاتهم من مور الوفاة ديالهم بواحد لمدة قليلة الجدة اللي الزات الغصة ديال هاد السدية الافراد ديال العائلة كيل الاب كيل الام والاب وكيل الابن والزوجة دياله وكيل الابن ديالهم اللي عندو شهر انس وكذلك كيل واحد من الاحفاد تيل هاد الام والاب ولد بنتهم اللي كنعيش معاهم اللي في العمر دياله خمس سنوات حتى هو مرحموش اطفال صغار كيتدبحوا في الحوالة اطفال صغار كيتغرزوا بالجناوة ناهيك على الجوتة ديال القبار الجوتة ديال القبار اللي ما عندو والو عندو استاشر طعنة بالسكاكين زيادة على الدبح زيادة على الحرق جريمة لزاد الرأي العام بكل المقاييس جريمة سالاء جريمة سالاء اللي ما بقيناش تكلمنا فيها منذ مدة ولكن احتراما التحقيقات والمفاجأة الكبرى وان المتهم الاول اللي اطلق عليه القبض من بعد واحد تحريات اللي طويلة من بعد ان الشرطة درت واحد الخدمة كبيرة وجابت ميتين وخمسة واربعين واحد من المحيط ديال العائلة الكامل منهم عائلة منهم اصدقاء منهم جيران ميتين وخمسة واربعين محضر كلهم دازو فلونكات وفي الخرق تخرج نتيجة واحدة وهي العم العم الأخ ديال هذا اللي توفى اللي كيف صل في الجريمة في واحد الأوديو معا من؟ معا والد خوه معايا فدوة الابنة ديال هاد الاسرة هاد الامو هاد الاب والأخت ديال هاد الشاب اللي توفى وكذلك معايا يامنا يامنا الجدة ديال هاد الطفل ديال خمس سنوات اليوم غتسمعوا وقائع عمركم ما سمعتوها قبل وباش ما ننساش في المفاجأة القبرى اليوم ديالنا وهي المحامي ديال المتهم للفدوة كنعود نجدو لكم تعازي ديالنا في الأسرة الوليدة والوليد والأخ ومرت الأخ وابن الأخ كذلك ابن الأخت الله يرحمهم الله يوسع عليهم حكي لي شنو اللي وقعه من البداية الى يومنا هادا كينا تفاصيل اللي ما خرجاتش قبل انت يا فدوة ما بيتيش تخرجي الإعلام الخرجة الوحيدة اللي كانت عندك بالأمس مع يوسف مغارب نيوز حكي لي بغينا نفصلهم زيان مع المغاربة فاضل لايف السلام عليكم أنا فدوة بنت هاد الناس اللي تقتلوا بحير الرحمة في 2021 في شهر جوج أنا كنت خدامة هذه الساعة كنت خدامة بالليل حتى باش ما نطولش عليكم غادي نعود لكم من الأول كنت خدامة كنت خدامة الليل كامل خرجت الصباح مشيت في ترانسبور مشيت للدار يلا باش غادي نتكى واحد شي شوية ونخرجنا من الزولة دي ونمشي لدارنا اللي عند الوالدين ديولي كانت تفاجأ كي يجي واحد الاتصال من عند الأخت ديالي كتقولي الدار را كتتحرق دارنا را كتتحرق حتى في زيت أناي خرجت كنا نغوش كنجري ها ككينات وانا غادي على أساس انه غير الحريق في الدار دار كتتحرق وخا انا غادي كنقول حينت أنا كنعرف دارنا شو ما تيسوا يعني وليدي ولا أخوي ولا ما غا تغلبهمش العافية يعني الدار يقدرو يتلاحوا من الصرجم ما كان شوبيك ما كان شوبيك ما كان شوبيك ماللي قربنا للدار كنلقى مجموعة الناس بزاف كنلقى الوقاية المدنية كنلقى الامبولونس كنلقى الشرطة كنلقى يعني ماشي ديال الحريق داك شي صافي ماللي قربت كنلقى بأن عائلتي ما ماتوش بالعافية يعني ما ماتوش بالحريق لا ماتو مقتولين تقتلو تضربو تكرفصو وهو محيين ما عندهمش ما واخدين حتى شي مادة مخديرة يعني كانوا ناعسين وكانوا كيدروا فيهم داك شي اللي يبغاوا بالعكس وما كانوا حيين كانوا كيحسوا بأي ضربة كتجيهم وكيحسوا بكل شي شافوا كل شي داك ساعات كانت صدمة يعني شكون اللي غا يدير لو ماتش علاش قبل ما نكمله لوقي تفجيتي قدرتي تدخلي لمصرح الجريمة ولله؟ أنا ما دخلتش للدار ما دخلتش للدار دخل الزوج ديالي ودخلوا الناس بذي أنا ما دخلتش دخل الزوج ديالك حكاليك تفاصيل اللي شاف شنو شنو حكاليك؟ ما دابا ما تيبغيش يقولي يا لحسب الصحة ديالي ودحقاش أنا وخما شفتش أمرت يعني لا شفت راه أنا دابا كانت تفكرهم غير كيفاش شفتهم في الكفن مكفنين وكانت تخيلهم داك شي اللي قال لي يا اللي درات علي الحقائق وهذا كانت تخيلهم كيفاش كلاو العصاو كيفاش كانوا كيغوتو وكيفاش كانوا كيستنجدو التاشي واحد ما كيسمعو ودي ما كنت كنسول علاش دراري صغير حانت احنا كان عارفو دراري صغير ما خليه خليه كيف بلاستوله خليه مو يمغي خليه هو ما غايقل على والو ديال شهرين ما غايقل على التاشي حاجة ما غايق عرف والو ما علاش غايق تقتلته هو ويتلاح باش تشعل في العافية شنو دار وديال خمس سنين شنو ما من كانت عندو هاد العداوة باش غاديديرولو يقتلو ديال خمس سنين هدا ديما كان سؤال كنا كانت جمعو ديما من مور هادك باش هزوهم دوهم لاموك ديما كان قلسو مع عائلة ديالنا صغيرة اما احنا عائلة مشات خالاتيوها دي كان قولوا علاش شكون كيفاش يعني اولنا بزاف انا كنت ديما كان قول غير دوك الناس اللي في الدومين ديالخوية دك بيع المتلاشيات ديما كنت كان قولها يعني كان قول غير هما اللي يعني بغاو يحيدوه لانه هو دخل صغير للدومين وبدك يشد الحمدول اللي اللي كليان وبدك يوقف على رجلوه واباهم ديما مسان دينو ديما معاه يعني كيعاونوه ديما معاه حتى لدرجات كان قولوا مغير يجيول عندنا قولكو احنا ما نقدروش خليوا نور الدين بوحديته والله يرحموه كنتان قول غير الدومين ديالو موهيم بدال البحث بدال لانكات كي تديو نحنا كي ترنا لانكات جيران لانكات اصدقاء اخويا اللي كيعرفوهم وليما كيعرفوهمش كلش يدار له لانكات يعني ميتين وخمسة واربعين ولا بدبت انا ما عقلتش حال اللي كي ترنا له لانكات ناس من طيفلت ناس من وحد يصلللللoh المحادر كتقول ميتين وخمسة واربعين واحد اللي اقجيت يقوم تهلونلولوم Ведь يعني الناس كانوا اخدامين بليلات والنار كي يجيبو الناس كيدر الليالهم لانكات الصدمة الكبيرة هي ان انا احنا كندنات وانا ان الامن يدير الخدمة ديالinar نعرفوا نتيجة ونعرفوا شكون اللي دار العائلة ديناتش تاكي جي نتصال كي يقول لي حل لي رصيفت لك واحد الفيديو وش مش فتيش كلم لا أنا مش فتيش من اللي كان قالوا لي يا وصفي شو فيه من اللي كان حل ذاك الفيديو كان لقى عمي هو اللي معتاقل معتاقلينه علاش بالتهمة ديال هو اللي دار هاد شي شو ما مفرسكم شو رأي عمي تعتاقل احنا ما فرسنا تشي حاجة حتى كي قلت لك جاني تيصال تقول لي شو في الفيديو اللي صيفتنا لك وش مش فتيش أنا ما شفتوش من اللي حليتوك القام كي يعتاقلوا العم ديالي في اسبانيا وخرجت في الأخبار ديالسبانيا صراحة ما نكذبش عليك هذي كل لحظة ما تمسكت شراسي ما عمي ما طيقت يعني عمي صعيبة بزيف مشيت السلاو مشيت حينت أنا كنس كون في قنيترا مشيت السلاو وسولت سولت للناس ديال الأمن تمام يعني علاش كيفاش هذي قاتل الأبحاث جارية معاه هو اليوم غدا اليوم غدا حتى كان لقاه طالبو بش يدخل تليف والهاتف دياله للمغرب شو يدخل هو شخصيا للمغرب تلك القارة سيرغ نطلع معاه الجلسة شدو عن طريق لانتر بول لانتر بول مشيت مذكرة تبحت وجابوه على طريق لانتر بول تطلبو من لانتر بول الهاتف دياله والأول تسلم ليهم ومن بعد عودوا وقالوا لهم سلموه لي نحته سلموه ليهم انتو ما مكانش في الاعتقال ديالكم ان عمكم ممكن يدير هاتشي لباك ما ما دخلتش لي الراسي نهائيا يعني شنو غايكون السبب اللي غايخلي يدير هاتشي قاع كامل يعني ما ما نعرف شنو سباب الاعتقال ديال عمك شنو السباب اللي اللي ورّت عمك اوديو شرحي ليهم زيان هاد الاوديو هادا كيفاش لمن لقوا اوديو مكالمة في الواتساب مابينو مابينو والتخوه اللي كان هنا في المغرب هو في اسبانيا والتخوه هنا في المغرب هادا الاوديو مكالمات هما قالوا كانين بزاف ولكن الاوديو اللي قالوا هما كاين هو انو تشرح تفصيليا كيفاش غايضير لهاد الجاريمة كيفاش غايضير لهاد الجاريمة بما معناه ان الاوديو مصيفت قبل من الجاريمة امتا مصيفت الاوديو تصيفت السيد قبل ما توقع الجاريمة امتا؟ امتا هو اللي كيحرف الفوقاش كان كيهدر معه ما ضبط مع قلتش ولكن قبل ما توقع هذا الجاريمة كيقول له في الاوديو انا عندي ناس اللي غادة يدخلوا عليهم وهما ناسين في الفراش ديالهم وغادي يقتلوهم ودمهم ما غايوصلش الارض دمهم ما غايوصلش الارض وغادي يقتلوهم وغادي يقلبو عليهم بالفتيلة والقنديل ما غاديش يلقاوا لهم الاتار وانا خاص غير خويا يعطيني الاوكي وانا غا نهنيه منهم إنه واحد فخوته الكبير اللي مات من موراهم سيموحمد خاص غير سيموحمد يعطيني الاوكي را خايف عليا قال يلا خويا غا تمشي للحبس خاص غير يعطيني الاوكي وانا غادي نهنيه منهم منهم اللي هما بابا وعمي وحدا اخر اللي في قناترا غادي ندخل غادي نهنيه من حمد ومراتو وحاميد ومراتو باش نشرحها عزائي المشاهدين تكونوا معنا هادو اربعات يلا خووت اربعات يلا خووت فيهم المتهم اللي في اسبانيا اللي توفى فيهم العم اللي في قناترا فيهم السيموحمد اللي توفى بطلع عليه السكار بزاف لأيام ديالتحقيقات هادو اربعات يلا خووت اللي في اسبانيا كي هضر بصيفة اوديو الولدخو سيموحمد اللي توفى بالسكار في التحقيقات بصيفة اوديو كي يقول لي أنا غير سيموحمد خويا يعطيني الاوكي غادي نهنيه منهم بجوج على الأب والأم ديالها وكذلك على عمها اللي في قناترا هنا غير رجعوا فدوا ونقول ليك شنو هاد السباب شنو سبب هاد الحقد شنو سبب ديال هاد الانتقام هاد الانتقام تخطيط القتل بهالطريقة هاده مدام بغي قتل اخوت وشوج شادش فيه ارتش شنو فيه سبب القيناه هو وحد الارض بقات داخلين فيه هما كاملين لان العقارات تقسموا مني كان جدي بقيحي أعطى الكل واحد فشاد بقات هذه القيط على الارض يداخلين فيها عمامي كاملين يعني الوراة الشرعيين كين ضمن هاد الوراة الشرعيين كين عمي وعمتي ماشي شقاق ديالهم من أم وأب من أم أخرى من أم وحد أخرى عمتي من أم وحد أخرى وعمي من أم وحد أخرى حتى هو هاده ماشي شقاق هاده هو المشكل اللي كان بناتهم هما ما بغاهمش يورتو ماشي شقاق وهو بابا الله يرحمه كيقول خوتي هاده وخصهم يخدو الحق ديالهم وهنا في نوقع النزاع لونك باباك كين كيدافع على خوتي اللي ماشي شقاق بش يخدو الارض ديالهم هاد جوج عمامك ما بغاهمش يخدو الارض ما بغاهمش يخدو ما بغاش يخدو أصلا عمي الكبير اللي مات بسكار هادك ما بغي تاوحد يورت معاه تيقولهم كل شي ديالي هناك نشوف الجريمة انه جريمة كبيرة جريمة اللي متورطين فيها وحد العدد ديال الاشخاص عمك جابه غير اوديو اللي كي يحكي فيه طريقة ديال الجريمة وكيفش غي يديروا وغنصيفت والدليل هو انه تيقول غنصيفت لهم ناس أنا عندي ناس هاد هاد ناس واش تتحد ما تشد اللي وصلوا الاوديو واش هو اللي بلغ الشرطة ولا الشرطة جابت هذا الاوديو عن طريق التحري ديالها واش هو مشدود لما مشدودش حكي لي اللي كانت يتواصل معا اللي هو ولدخوه ما مشدودش تيحضر معانا في الجلسات دابا ما مشدودش ما تشدش هذا؟ لا ما مشدودش اللي كانت تجربين هو وياتصالات ما مشدودش اللي كانت تطيفط له هاد الوديو ما مشدودش بقي تحضر معنا الجلسات دابا عادي تحضر معنا الجلسة وتمشي وتتأجل تيجي الجلسة الخرى أنا كما أسبق لي قلت أنا ما تنفهمش في القانون ما قاريهش ولكن كان عرف اللي كيتسترع الجريمة حتى هو مجريم لأن أنا جيت أنا مثلا في لحظة غضب وقيت لك رأى غندير وغندير وغندير علش انت مهزاتك شو قلتي عميرك رأى عمي مقلقة منك وهذا وحاولوا تحل تصلحوا السؤتة فاهم ماذا باش ما توصلوا شاش يعني هكا حتى إلا ما بغيتيش تقول غا تلمح باش حتى إلا كان شي حاجة انت حتى التفل تحقيق اللي أول كي يقول لهم أنا ما عنديش مشكل مع أمامي حتى في التحقيق مجبتش هاد الاوديو مجبتش الاوديو جبدوه في التليفون مجبتش الشرطة التقنية مجبتش الشرطة التقنية من التليفون عدبش وجهتهم بي مجبتش نهائيا هاد الاوديو وات ما قالش أنا كنت كانت تواصل معاه أو لا كانت يهدد أو لا كانت يقول أو لا قال او لا حال فاهم هاد الولد أمك وهو كبر مني أنا حاليا عندي 42 عام دونك هو مشيش واحد اللي صغير هنقولو ما عارفش ومشيش حد لي صغير وخدام تبارك الله هو كيعرف علش ما كيعرفش راح عارف ما هدرش مع واحد ديل 10 سنين ولا 15 عام ولا 16 عام ولا واحد في سن المراهقرة واحد آجي كيعرف شنو كيسمع عارف شنو كيتقالو عارف عليا شكيتناقش عارف عندو كفاة عقلية باش يعرف شنو كيسمع وخاة اللي سمعناه هو انه الاخ ديالك كان مربي كلاب في الصح وكلاب اللي كلاب دياله في الصح دي ما لينوا شنو شنو السر ديال ان هاد الكلاب ما جات شرطة وحلت النظار وقاتنا باش نهبطوا يعني ذك الشي باش ما يبقاش يموتوا خاصة اللي غايبقا يرعاهم من اللي هبطناهم الشرطة براسها تفاجأت قلت لك هادو فين كانوا وحنا كنا تنقولوا يعني را غايكونوا غوتوا يعني حتيلا هاد الناس قالوا هما ما سمعوش هاد الست الناس اللي كيغوتوا غايسمعوا كلاب كينبحوه بطريقة هتكون غير عادية هما كيشموا الغدار كيشموا شي حاجة اللي زايدة على الدار هاد الكلاب كانوا في الصح فوق من الدار ديالخويا مسكين الله يرحموا وكانوا مرخيين هما كانوا سدين عليهم سد عليهم بابا الله يرحموا لي أول مرة كي سد عليهم وكانوا مرخيين دوك الكلاب يعني ما عندهم جدك الجهد اللي كان عندهم اللي كيكون عندهم ديما وهذا الكلاب باقين عندنا الحمد ولله باقين في الصح مليخ دينا الدار ديالنا رجعناهم الاصطح ديالهم وغلاستهم لأنهم خلاهم المرحوم وحنا تكفلنا بيهم وعلى ذكر هم نجار المسكين اللي لاسق علينا رفع علينا دعوه في الكلاب كي يصدعوه وكي يديروا له الريحة رفع علينا دعوه اللي هنتقابله معاه نهار ثلاثة في شهر ستاة كي يقول بأن الكلب صدعوه ما هي الدعوة اللي ارفعها او من اللي كان بواك حي يالله ارفعها الدعوة ارفعها ودار علي محامي ورفعها بأن الكلب كي يصدعوه وكي يشم الريحة ما سمعش ما صدعوه استدي الناس استدي الناس رأسوا على رأسهم هالحيط هالحيط والترتقات بلازما اللي قدها قداش اللي ترتقات حتى القادوس اللي مات الحمام والثقف طاحنا اللي دخلنا الدار ما تطيقش بأن هذه الدارة غير العافية اللي درت لها هكاك لأنه بقى تيبان الحيطة تمحات السباغة تحيد السباغة تحيد المرطوب تحيد كل شيء بقى تيبان غير طوب حالي الله كان بنيه الدار حتى من الثقف طاح هذا ما سمعوش ما حركش فيه اتشي حاجة كان مسكين ناعس ولا ربما ما حرفش ما سمعش وكلب سمعوه ورفع علينا دعوة عليه احنا الكلب ماشي الله جبناه كلب خلاها المرحوم قديم قديم مربيه المرحوم خليهم المرحوم وحنا من لهذا رجعناهم غير البلاصة ديالهم عزائي المشاهدين كانت هذه هي تفاصيل حادثة جريمة سالة حادثة جريمة سالة اللي كانت المفاجأة فيها هو ان الاخ متورط في القتل إنها تستدى النفوس من عائلة واحدة الأب والأم والابن والزوجة والابن والشهرين كذلك ولد بنتهم. ولد بنتهم اللي معي اليوم يامن. جداه. متبعه. الله يرحمه وسع عليه. ملائكة مشابديك الطريقة. اشقه. كيف اشعر. الحمد رسول الله. لقد قتلوا مكان الشفقة والدري صغري تدبحوا. والكبيرة مسكينة لمرار كبيرة والأروس عاد والده مسكينة ابحر عند غير شهرين. وكي يقتلوا فيها ودوكي يمسكين لكي الله يأخذ الحق. هذا الشيء اللي ذرى هذا الشيء فاد الناس. بغتشي يذروا ليه في العائلة ديالو. باش يعرف الحق ذلك بدار. الحق الوليدين. أوليدي والله العظيم رأى. لحوله ولقوات الله بالله العظيم. ما عمرنا ما سمعنا هذا الشيء ما عمرنا ما. الناس ضريفين وحنا كاكا. لاقينا في جواجه الدراري الحمد لله. سبع سنين وحنا معهم. ما كان حتى شيء مشاكل معهم الحمد لله. الله يرحموني وسعليهم هذا النهار. الله يبي نحقهم. يبي نحق ولدي ولدي. الله لا بقي جدده با. رجلي الله لا بقي مريض عليه. من اللي ما سدك. هو البكر عندكم. هو البكر عاد ولد ولدي الأخر عاد ولدت بنتي. هو البكر. بقي مريض. وبها خلاص. ربي اللي علم عليه غير صبر ومسكين الله. غير صبر. البنت هكاك. البنتي باقي ناكاك. مرض ولدي هكاك. كل شيء. كل شيء لعائلة ديالي كل شيء. بغوا يحمقوا على داك الودي. وإن الحمد لله الله يبي نحقهم. وبغيناها بغاها سيد ربي. مشاول الجنة. هم اللي كيتعدبونها في الدنيا والآخرة. هم مسكين ربي. مشاول. والله يبي نحقهم. ما تشلي نقول لك والدي. إن شاء الله لله يا ابنه. فدواء. الجريمة واضحة أنها مدرهاش واحد. عمك شنك يقول. الجريمة يستحيل يديرها واحد. لأنه استثن الناس لن يكونوا مخضرين. ودخلوا عليهم الدار ديالهم. وتقتلهم كاملين في دقة واحدة. ما تنظرني. ما تنظرني. ما تنظرني. ما تنظرني انا غير ناس كما قال. ما تعرف في المحاضر. ما اعترش ما. ما أعترش ما. ما اعترش. هم اللي قالوا غيراو الأوديو قال لي. أنا غي كنت سكران. يعني ذا هو غي كان سكران باش قال أنا غندير وغندير وغندير وسبحان الله دك الشي اللي قاله هو سكران تطبق هو كان غي سكران وقال هاو ودك الشي اللي قاله هو سكران تطبق والخبرة الصوتية كتقول بأنه كان في طور السكر دارت خبرة صوتية دارت خبرة صوتية الحمد لله من طرف قاضي التحقيق دارت خبرة صوتية كتقول بأنه كان في طور السكر طور السكر يالله بادي هك كان كتوبها طور السكر يعني يالله بادي شراب كيتحكم في أي كلمة يقولها أنا اني كان نقول هادله دراه مش سهل عليا باش نقولها راها اكدرني أنا قبل ما اتدر أي واحد يعني أنا كان كان نقول عمي در العائلتي هكا عمي حيدلي يا عائلتي حيدلي يا دارنا في دقيقة را صعيبة باش نقولها أنا مليغة يكبروا أولادي شنا نقوله شكل يدى لهم جداهم و جداهم و خالهم اللي كان كي حنعليهم و مرات خالهم اللي غي ديمة ضحكة و لد خالتهم اللي ديمة كيلعب معاهم كيلقوا في نمشي و يلعبوا معاه و التربية اللي حنا فرحنا بيه و كيمشي و الدراري حنت هو صغير و تزاد و كيلتامسوا في الطفولة كي قيصولوا يديداته و كي قيصولوا صعيبة أنا ما كنقولش و أنا مرتاحة و لا أنا و أنا ما ديكلاريت به مشكيت فيه حتى الشكان الأمن دار الخدمة ديالو هو اللي جابوه و هو اللي عارف على الجاب هو هادشي اللي كيقول كيقول أنا فدوغا تلاقيتم معا أولاد عمقوم هذا اللي مقبوط كيفش كالليقاء شنو تيقولوا حتى هم لقينا معاهم في الأول في صراحة في الجلسة ما كنظنش اللولة كان جاء تلول ديالو من اسبانيا و جاءوا لبنات و جاء لعندنا في صراحة تسلم عليها و أنا في صراحة ما كونش بغا نقرب منه هو ما كيبقى هادك ببهم منحقهم يدافعوا علي لأننا حنت الأب أب سواء ندير زوينة ولا خايبة كيبقى الأب ديالنا منحقهم يدافعوا علي و أنا تناع هائلتي ومنحقين يدافع عليها عائلتي تكارفصات خاصني نعرف علاش تكارفصات وش كولي كارفصها هو بوحده ما كارفصهاش العلاقة ديالنا في الأول جاءوا و أحضر معايا و قولي يا أنا بغيت غير الحق ديال عمي و أنا عمي عمرو ما فاتني و عمرو ما دازني و عمي وقف معايا و حضر معايا العرس ديالي وهدي وهدي و أنا احترمته احترمته و قلت له حتى أنا بغينا غير الحق إيبا سواء كان الأب ديالك سواء كان وحدة آخر أنا بغيت غير حقي ما بغيت لن نظلم لن تظلم بغيت ناخد غير حقي بغيت نشوف حقي بل شل ربما نرجع للحياة العادية مع أولادي و مع الزوج ديالي و معا يمكن إلا عرفت الحقيقة يمكن في الجلسة اللي من مراها حين تهيما دابرة وصلنا لجلسة رقم 14 اللي دووزناها دابا مؤخرا في الجلسة اللي آخر كنت فاجأو بل بنت دياله يعني خرجت على الصمت دياله بنت صغيرة جات و كنت تدربوا ح الطريقة اللي احنا ما تقبلنهاش واختيتها هي ما تقبلتاش و جاوبتها جاوبتها اللاو و انا بابا ما يديرش انتي كتقولي باباك ما يديرش لكن الامن ما تيقولش باباك ما دارش انا ما قلتش لك باباك دار جزمت باقي المخزن خده باقي القضاء تيقول كلمة دياله ولي غايقوله غايجزموش دار او لا ما دارش كنت كلاو قلبوا على شنون هادا وبشتل الشي حويج اللي انا احترمتها و قلت من حق الدفع لابا ولكن يامني كانت كتها دار ما احترمتنيش انا اختي وقالت هذيك السيدة نمشالها ولدها وعاد وعليديها واخوها ما احترمتناش ما احترمتش المشاعر ديالنا يعني اللي احنا اللي مضرورين لكانش يحد مضرور هنا هو احنا مبقيناش تلقاو عند منعن بشي وفين عند قوبة بشي واحد وننهزو اولادنا احنا غادين عنج داوم ولا غادين عنج داوم ادرالي دابا كيسولو انا اولاديل دابا كيسولو واش احنا ما نمشوش لسلاو واش امو ما فينا هي واش يعني احنا بالدرجة اللولا متضرين فما يزيدش بنادمي احتيلة بغيتي تدريك تدريبها دراله بيقى كما كان قولو يدير المخزن يدير الامن تابعي الامن تابعيهم قلبي الى حقبك انا ما قلتش قلبي يلبك باري امنتي بالبراءة ديال وقلبي انا امنت بدكش اللي تقوله المخزن واللي قريته صافي من ديك ساعة صافي تقاطع مشات العلاقة بيننا وبينهم صافي كنا كانت نضروف تليفون هذا وكان نقول هما يقولونا بغينا حقنا وحنا كان قولو الله يصاوب الجامع وحنا تحنا بغينا غي حقنا وحنا ما ديكلارينا به مشكينا فيه ما هاد دابا قاطعة العلاقة صافي من هاد المرة اللي خرابة الجاتية وتتقول خوكم ولا هادي ولا هادي صافي ما تقاطعت العلاقة دابا كانت لقاوه كطرف وطرف طرف ظالم وطرف مطلوم هاتش اللي كانت لقاوه فيه في المحكام ايزائي المشاهدين هذه القصة الكاملة لجريمة سالة القصة الكاملة اللي في المختصر عائلة ستة افراد كلها مشات بطريقة بشعة قتل عن طريق سكاكين دبح الحرق في حاجة ما كتدخلش للدماغ من بعد تحريات مع مائتين وخمسة واربعين شخص دائما الشرطة كتديها تحريات ديالها لشخص واحد اللي وفي إسبانيا الاخ ديال المرحوم من اللي عمقات البحث مزيان كتلقى اوديو عند ابن الاخ دياله اللي كيتبت فيه طريقة ارتكاب الجريمة قبل ما ترتاكب بأشهر وعلى ايطر هذا الاوديو علاش تعتاقل العم وكيف قلتني مجاش الاعتقال هكاك فا او لا هذا التهم هكاك فكان هناك خلاف على ارت ارت اللي خلها الجد هذا اللي في الاسبان ولا هادك اللي توفى بسكار بجوجهم ما بغاوش خوتهم من الاب ديالهم انهم يورتوا معاهم في حين ان اللي تقتل كان كيدافع بشدة على خوته بش ياخدوا الارت ديالهم بش ياخدوا حقهم ربما هذا هو سبب الجريمة السبب الحقيقي ولكن السؤال المطروح علاش الاطفال علاش الاطفال يموتوا بدك الطريقة علاش يموتوا وقاع للك ينخلاف مع الكبار علاش الاطفال كذلك السؤال المطروح علاش ما تقبطش اللي كان عنده الاوديو مع العلم ان في القانون عدم التبليغ يعتبر جريمة عدم التبليغ نجاوزها قبل ما ترتكب الجريمة ولكن من بعد ارتكاب الجريمة علاش هذا الاوديو مخرش وتبلغ بها عند الشرطة علاش الشرطة هي اللي جبداته وعلاش من اللي جبداته الشرطة هاد الشخص ما تتعتقلش اسئلة واخرى ننتظر الاجابة عنها في المستقبل القريب وكذلك المفاجئة اليوم وهي المحام يزين بالخيار والمستشارة والمستشارة العيماني المحام يزين بالخيار اللي عمرنا ما شفناها من جهة المتهم دائما كنشوفوها من جهة المطالبين بالحق المداني المظلومين اللي 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 دائما هي تدافع على الطرف المظلوم في حين اليوم كنشوفوها في ملف مغاير حقها كمحامية حق المتهم انه ياخد دفاع كنقولوش الله السؤال المطروح عند المغاربة وعند المتشبعين دي القضية كيف لماذا الأستاذة زينة بالخيار قبلات هاد الميلف مع العلم انها كتقول مبادئ ديالها ضد انها تدافع على شي حد مرتاقب شي جريمة بهاد البشاعة فاليوم كنوجه دعوة الأستاذة زينة بالخيار باش ترد على الأسئلة ديال المغاربة علاش اختارت هاد الميلف وعلاش تنازلت على المبادئ ديالها في الدفاع المتهم عزائي المشاهدين أسئلة وأخرى غدين جوبوا عليها في المستقبل القريب كان معكم في تعليق الحرابع بالكبير إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى